أوكرانيا فاجأت العاصمة الروسية موسكو بهجوم بطائرات المسيرة المفخخة فجر هذا اليوم وهذا كله جاء باعتراف من قبل وزارة الدفاع الروسية اليوم بهذا الشكل كذلك سبوتنيك الروسية وكالة رويترز كلها تحدثت عن تفاصيل ما جرى بل كانت هناك مقاطع مصورة لطبيعة الطائرات المسيرة وهجومها باتجاه العاصمة الروسية بهذا الشكل تصوير من مدنيين لهذه الطائرات وهي تسقط في نقاط ومناطق باتجاه العاصمة موسكو ولكن طبعا المنظومات الدفاعية الروسية كانت حاضرة في عملية التصدي لهذه الطائرات المسيرة الأوكرانية كما تلاحظون بهذا الشكل وكذلك كانت هناك أيضا لقطات من الساعة الرابعة فجرا بهذا الشكل تستمع بالصوت ستستمع إلى انتجار يبدو وكأنه إحدى المنظومات الدفاعية الموجودة في هذه المنطقة التي تصدت لطائرات المسيرة الأوكرانية ما الذي جرى يا ترى؟ هذا الهجوم بداية بأنه كان أساسا قد جاء على العاصمة موسكو هنا موسكو هنا العاصمة موسكو كما تلاحظون ولكن مقاطعة موسكو هذه كلها مقاطعة موسكو هي كانت الهدف بالإضافة إلى أن هذه المنطقة التي تعتبر موسكو الجديدة هي أيضا كانت هدفا لهذه الطائرات الطائرات التي نتحدث عنها هنا عبارة عن خمس طائرات مسيرة أوكرانية هي التي انطلقت باتجاه العاصمة طبعا الروسية موسكو بهذا الشكل وكانت المنظومات الدفاعية الروسية حاضرة في عملية التصدي لهذه الطائرات المسيرة بحسب طبعا ما تحدثت عنه سبوتنيك الروسية أو حتى وزارة الدفاع الروسية قالوا المنظومات الدفاعية الروسية تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيرة من هذه الطائرات الخمسة أما الطائرة الأوكرانية الأخيرة فإنها اقتربت كثيرا من العاصمة موسكو وتم إسقاطها طبعا باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية هي التي قامت بإسقاط هذه الطائرة لكنها كانت قريبة للغاية من العاصمة الروسية دعونا نقترب من النقطة التي كانت هي قريبة منها للغاية عندما سقطت في حقيقة الأمر هذه الطائرة المسيرة وتصدت لها المنظومات الدفاعية الروسية وبالتالي المنطقة المذكورة هنا بالأساس هي هذه المنطقة هنا في مطار فنوكوفو واحد من أربع مطارات مهمة للعاصمة موسكو تم التصدي لهذه الطائرة وبعض الأنباء الأوكرانية تتحدث أنها سقطت على هذا المطار أساسا بغض النظر عن ذلك هي كانت متواجدة في هذه المنطقة وأيضا كانت هناك أنباء بأن إحدى الطائرات الأخرى التي أسقطتها المنظومات الدفاعية الروسية سقطت على هذه المنطقة ألا وهي أودنيتسوفو وتم التصدي لهذه الطائرة في هذه المنطقة ولكن عندما ترى هذه المناطق فإنك سترى بأنها لا تبعد عن الكريملين إلا عبارة عن 22 كيلو مترا أو حتى أقل من ذلك وبالتالي مرشح جدا أن هذه الطائرات كانت متوجهة لاستهداف الكريملين وكلنا نتذكر بأننا كنا قبل فترة ليست بالبعيدة أبدا أمام هجوم بطائرتين وسيرتين على الكريملين وعلى مكان إقامة بوتين وبالتالي قد نكون أمام خطة أوكرانية جديدة لاستهداف الكريملين كانوا يهدفون من تحقيقها فجر هذا اليوم ولكن المنظومات الدفاعية كانت حاضرة في عمليات التصدي وطبعا مطار ذنوكوفو الذي نتحدث عنه هنا قد تعرض إلى مشكلة فالأنباء التي جاءت حول هذا المطار تحدثت بشكل واضح بحسب الـ Aviation Week Network بأن هذا المطار قد توقف عن العمل لعدد من الساعات إلى درجة بأن طائرة وحسب الفلايت ريدار 24 إحدى طائرات مدنية على سبيل المثال من طائرات البوينغ التركية تلاحظ بأن هنا فنوكوفو التي تحدثنا عنها وهذه هي موسكو كانت تحاول الهبوط في هذا المطار ولكن جاء النداء بأن المطار فيه مشكلة أغلقة لا تستطيعين أيها الطائرة طبعا الطائرة التركية بأنكم غير قادرون على عملية الهبوط في هذه المنطقة وبالتالي استمرت بهذا الاتجاه تحاول إيجاد طريق أو نداء للهبوط في مطار آخر وبالتالي توقفت مسألة هبوطها وهبطت في مطار آخر من المطارات الموجودة في العاصمة موسكو بالتالي كانت هناك مشكلة بالنسبة للطائرات بكل تأكيد وهذا ما جعل مباشرة ماريا زخروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن تعتبر بأن هذا هجوما على البنى التحتية الروسية واعتبرته بأنه عمل إرهابي آخر وهذا طبعا قد يعني تصعيدا قادما من روسيا ولكن الأوكرانيين هنا يوضحون بشكل واضح بأنكم لستم أنتم الوحيدون في عملية مهاجمة وتهاجمون كييف وتهاجمون البنى التحتية الأوكرانية بل نحن قادرون أيضا كأوكرانيين من الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو المثير بهذا الأمر بأنه كان هناك انفجارا قبل ساعات من الهجوم الذي جاء بطائرات المسيرة الأوكرانية الذي نتحدث عنه اليوم انفجار مثير وغامض جاء في العاصمة الروسية موسكو في حقيقة الأمر من منطقة قريبة للغاية من موسكو كما تلاحظون انفجار كبير وهائل اشتعلت فيه مؤسسة بأكملها أنباء متضاربة حول طبيعة هذا الموقع وما الذي يتواجد فيه وطبعا إذا ما ألقينا نظرة عن هذا الموقع لمحاولة معرفتها وهو فعلا في موسكو بالقرب من موسكو سنلاحظ طبعا الانفجار واضح من معالمه هذا مبنى طبعا بالقرب منه مميز بهذا الشكل وأيضا أن هناك مبنى آخر مرتفع يأتي بهذه المنطقة وبالتالي الانفجار يأتي في الوسط كما هو واضح وأيضا هناك مبنى أبيض يميز المنطقة بأكملها يعني تقريبا نحن أمام مثلث بهذا الشكل ووسط هذا المثلث يأتي الانفجار الذي نتحدث عنه وأيضا يجب أن ننتبه إلى المباني الموجودة هنا في هذه المنطقة إلى الشمال وبالتالي علينا أن نبحث عن لقطة لهذه المنطقة بهذا الاتجاه لكي نحدد فعلا هذا الانفجار الذي جاء والذي نشر تفاصيله طبعا صباحا هذا اليوم أيضا كانت هناك لقطة أخرى لنفس الموقع يوضح بأن سطح هذا المبنى بأنها مباني طويلة كبيرة لونها أسود وسقفها أسود وهذا ما يجب أن نبحث عنه بكل تأكيد أيضا المصادر كلها أكدت بأن هذه المنطقة التي جاء فيها الانفجار هي منطقة خيمكي وهذه طبعا منطقة قريبة من موسكو كما تلاحظون نير موسكو وعلى هذا الأساس عندما نتحدث عن موسكو فإن خيمكي من المنظر من النقطة التي نشاهدها الآن هي تقريبا شمال غربي موسكو ولكنها أيضا تعتبر غرب موسكو بغض النظر يجب علينا أن نقترب ونبحث عن هذه المنطقة الانفجار الكبير الذي تحدثنا عنه جاء في هذه المنطقة هذه هي خيمكي والمنطقة التي يجب أن ننتبه إليها تأتي بهذا الاتجاه هنا في هذه المنطقة سنلاحظ مثل هذه المباني في حقيقة الأمر إلى غربي خيمكي هي تقريبا نفس المباني بهذا الاتجاه وأيضا إذا ما بحثنا عن المباني المرتفعة التي شاهدناها التي كانت خلف الانفجار هي ملحوظة هنا طبعا وواضحة وبالتالي من المفترض أن يكون عملية التصوير بهذا الاتجاه وسنلاحظ بأن هناك مبنى أبيض في هذه المنطقة وبالتالي قد تكون هذه النقطة التي جاءت منها عملية التصوير لهذه المنطقة وبالتالي يجب أن نتأكد نقترب من هذه المنطقة قليلا ونحاول الآن أن نتجه إلى اليمين بالقمر الصناعي ليأتأكد من هذه التفاصيل وبالتالي عند التوقف عند هذه المنطقة سنلاحظ فعلا بأننا أمام نفس الموقع نفس الشكل لهذه المباني التي لاحظناها هذا هو المبنى المرتفع هنا الذي كان ظاهرا يبدو أن هذا المبنى لم يكن ظاهرا أبدا من طبيعة التصوير الذي لاحظناه هذا هو المبنى الأبيض وبالتالي سنلاحظ بأننا أمام المثلثة الذي تحدثنا عنه وهذا يوضح بأن الانفجار كان في هذه المنطقة تحديدا وإذا ما تأكدنا أيضا وأردنا تأكد من هذه المباني التي لاحظناها المرتفعة خلف منطقة الانفجار سنلاحظ بأننا من هذه الزاوية هي ليست واضحة ولكننا بقفزة بسيطة الآن في القمر الصناعي ستلاحظ فعلا بأننا أمام نفس المباني أو مجموعة المباني المرتفعة بالتالي هذه كلها علامات تؤكد فعلا بأن كان هناك انفجارا كبيرا قد طال موسكو الكثير من هذه الانفجارات تحدث في موسكو في مناطق أخرى موجودة في روسيا ولا أحد يعرف من الذي يقوم بها هل هم الأوكرانيين وهل هي أطراف معارضة موجودة في الداخل الروسي أم قد تكون واحدة من الأفعال الخاصة بمجموعة فاغنر كلنا نعلم بأن فاغنر وقائدها يفغيني بريغوجين تمرد على بوتين وأحدث شرخا كبيرا للغاية في الداخل الروسي بالتالي لا أحد يعرف من الذي يقوم بمثل هذه الانفجارات التي تطال أيضا نقاطا مدنية في بعض الأحيان أو نقاطا عسكرية لكنه انفجار مدوي ليست معتادة روسيا على مثل هذه الانفجارات بكل تأكيد طبعا مسألة يفغيني بريغوجين يستغلها تماما الرئيس الأوكراني فلودي مير زيلنسكي استغلها في لقاء قام به يوم أمس على السيئران الأمريكية بهذا الشكل وهو الذي قال بشكل واضح بأن بوتين الآن ضعيف لم يعد كما كان في السابق هو أصبح ضعيفا بسبب ما جرى طبعا من مجموعة فاغنر وبأن إفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر حتى وإن كان في بيلاروسيا فبحاس بما يتحدث عنه زيلنسكي بأن إفغيني بريغوجين الآن يتمتع بدعم نصف الشعب الروسي وهذا يعني بأنه متحد كبير إلى بوتين وطبعا هو أيضا تحدث بأن الأوكرانيين وأوكرانيا لا تهدف فقط في استعادة الأراضي التي تقدمت لها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الروسية التي بدأت العام الماضي في فبراير لا أبدا بل أن هذا النصر سيكون منقوصا بحسب ما تحدث عنه زيلنسكي إلى سي أن أن إن لم تتمكن أوكرانيا من السيطرة على شبه جزيرة القرم وعند سؤاله عن مسألة سيناريو إذا انتهت الحرب من دون وصول الأوكرانيين لشبه جزيرة القرم ببساطة قاله بأن هذا يعني بأننا لم ننتصر في هذه الحرب أصرار كبير جدا على الوصول لهذه المنطقة لا بل أن هناك عمل كبير للغاية من قبل القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم قادمة من خيرسون بهذا الاتجاه تفاصيل جديدة نشرت عن هذه المسألة من قبل مصادر أوكرانية مثل نوير ريبورت الذي ترونه كذلك المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية في لقاء النشرة اليوم تحدثت عن هذه المسألة بل حتى ريبور الروسي قد تحدث عن مسألة أن الأوكرانيين لا زالوا متواجدين في أنتونوفيسكي بعد جسر أنتونوفيسكي أي أن القوات الأوكرانية لا زالت متواجدة رغم الضغط الروسي الكبير وبأنهم موجودين ما بعد نهر دينيبرو طبعا وهذه هي خيرسون التي ترونها وطبعا هذه المعلومات إذا ما جمعنا تفاصيلها بأكملها الحديث ببساطة بأن الأوكرانيين لا زالوا موجودين في هذه القرية قرية داتشي بل أنهم ازدادوا وثبتوا أقدامهم بشكل كبير رغم الضغط الروسي بصواريخ أسكندر بالراجمات الصاروخية بالعمليات التي قاموا بها طبعا وبهجوم من اليمين بهذا الاتجاه مستغلين المياه ومستغلين طبعا الزوارق السريعة التي قاموا بالانطلاق بها لهذه المنطقة والأوكرانيين متواجدين في هذه المنطقة لماذا؟ لأنهم استغلوا مسألة عبورهم ومسألة كذلك وجودهم في حقيقة الأمر في هذه المنطقة جعلهم يتقدمون قليلا من هذه المنطقة وزرعوا الألغام بشكل مستمر واستغلوا أيضا القدرات النارية الكبيرة التي تمتعوا بها أثناء عبور نهر ديني برو وعرضوا القوات الروسية إلى مشاكل حقيقية وخسائر حقيقية ولذلك هم ثبتوا أقدامهم في هذه المنطقة الضربات الروسية طبعا أدت إلى مسألة دمار هذا الجسر بشكل أكبر جسري أنتونوفيسكي ولكن طبعا بحسب هذه المعلومات التي نشرت من الطرفين إن كان الأوكراني والروسي توضح بأن وصولهم إلى هذه القرية سيمكنهم بهذه الطريقة والأسلوب الذي يتبعونه من عملية توسيع سيطرتهم عن المنطقة بالكامل وكذلك في نفس الوقت قد يؤدي هذا الأمر ويفتح لهم الباب في فتح جسور جديدة أو بناء جسور جديدة عبر نهر دينيبرو لكي يقوموا بعملية إرسال المعدات العسكرية الثقيلة الدبابات على سبيل المثال ليسهلوا عملية عبورها بسرعة ولتشتبك وتهيئ إلى عملية التقدم على القوات الروسية في هذه المنطقة تحديدا على إليشكي فهي منطقة مهمة للغاية إن سيطرت عليها القوات الأوكرانية وهذه التفاصيل طبعا التي نتحدث عنها هي تأتي في حقيقة الأمر كخطر كبير على شبه جزيرة القرم فإذا ما لاحظت بحسب خارطة الديب ستيت هنا هذه شبه جزيرة القرم وهذه المنطقة التي عبرت لها القوات الأوكرانية ستلاحظ بأن القوات الأوكرانية في حقيقة الأمر من هذه المنطقة هذا هو الجسر الذي ترونه بعبورها بهذا الشكل ستلاحظ أن من الخطوط السوداء هنا هذه هي الخطوط الدفاعية للقوات الروسية ضعيفة ليست حاضرة نتذكر كلنا حاضرة حقيقة سد نوفا كخوفكا الذي انفجر وأغرق المنطقة بالمياه ولم يؤثر فقط على الأوكرانيين في مسألة تقدمهم بهذا المحور لا أبدا بل أنه أيضا أثر على الروس على الخطوط الدفاعية الروسية بغض النظر عن من قام بهذه العملية فأن الروس أيضا تأثر وهذا على ما يبدو ما بدأ الأوكرانيين يحاولون استغلاله تقدم سريع بهذا الاتجاه يعني أن شبه جزيرة القرم تحت الخطر بل أن التفاصيل الأوكرانية ذهبت إلى أبعد من ذلك اليوم وبدأ تداول تفاصيل بأن القوات الأوكرانية اقتربت في محور زاباروجيا من روبوتنا بشكل كبير وعلى مسافة كيلومترين وأصبحت على حقيقة ضواحي روبوتنا والقوات الروسية تقاتل بشكل كبير ولكن إن تمكنت القوات الأوكرانية من ضرب هذه الخطوط الدفاعية بأي شكل من الأشكال هذا يعني أن الطريق سيكون معبدا للبدء بالاشتباك مع هذه الخطوط الدفاعية القوية الروسية وأيضا في نفس الوقت فتح الباب للوصول إلى توكماك روبوتنا نقطة خطيرة وطبعا تعتبر حاجر أساس للتقدم إلى توكماك إلى ميلي تابول ومن ثم إلى بحر آزوف أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبع عندما نتحدث عن الخطوط الدفاعية الروسية فإننا إذا ما ذهبنا إلى واحدة من أشهر الجبهات على الإطلاق هلا وهي جبهة باخموت التي تلاحظونها ستلاحظ أن الخطوط الدفاعية الروسية أيضا ليست حاضرة بقوة بحسب موقع ديب ستيت لنأخذ اللون الأحمر هنا ستلاحظ هي ليست حاضرة بالقوة الكبيرة الموجودة على سبيل المثال مقارنة بهذه المنطقة وبالتالي هذا يسمح للأوكرانيين من استغلال التقدم إن كان من جنوب باخموت أو من شمال باخموت من الإحاطة بشكل صحيح ودفع الروس فعلا إلى الانسحاب لهذه المنطقة والخطوط الدفاعية هنا توضح لك وتعطي إشارة بأن الروس فكروا جديا بأن الأوكرانيين من الممكن في أي لحظة أن يصلوا إلى باخموت وأن يسيطروا عليها وبأن عليهم فعل شيء بهذا الاتجاه وبالتالي هي ظروف تمر بها القوات الروسية صعبة للغاية وتبدو الفرصة سانحة للقوات الأوكرانية طبعا بكل تأكيد لتحقيق شيء مهم في باخموت خاصة إذا ما ألقينا نظرة على سبيل المثال على ما يجري في باخموت هناك قصف مستمر من مقطع اليوم قد نشر لهذه المنطقة التي ترونها إلى وهي في باخموت ستلاحظ بأن هناك راجمات صاروخية من صواريخ الإقراد قد تمكنت القوات الأوكرانية من استيادها بهذه الطريقة وبالتالي هناك ضرب للقدرات الدفاعية والقدرات الهجومية الروسية في هذه المنطقة ويعني بأن الأوكرانيين لديهم الكثير من الخطط التي يعملون عليها